السلام عليكم ورحمة الله نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة الوصفة اليوم هي صباغة طبيعية للشعر بزاف ديال البنات كيتساءلوا علش الصباغة الطبيعية للشعر هي ما كتصدقش لها بالضبط راه ماشي ما كتصدق ليكش وانما الصباغة الطبيعية راه بالنسبة بحال كنتي بحال النساء اخرين راه ما كتطلعش من الاستعمال الاول علش كنت استغناءه على الصباغة الكيموية اللي هي كتعطينا نتيجة من الاستعمال اولي انها كتحرق الشعر كتقرده مع المدومة كيتقرد انا اللي كنقول لكم هكذا راه في لاب بغيوت ديال الدراسة ديالي كانت عزيز علي الحلاقة ودرست الحلاقة جوج ديال مرات عندي ربحة ديال ديبلومات جوج بالنسبة الحلاقة ديال النساء وجوج بالنسبة الحلاقة ديال الرجال ولكن علش كنت ناقض كنت نقول بان راه الصباغة الكيموية اه الصباغة الكيموية راه عندها وانا استعملتها بزاف ديال الناس وستعملتها حتى الشعر ديالي عندها واحد دور كبير بزاف لانا فاش نديرها كتعطينا نتيجة رابط نتيجة رابط نبيل نتيجة مثل انجلسة وحتاجتك عرضه او صفار او لا يجبك شعر او لا تقليل شعر و احجبت لانا اخر اذا احجبت لانا اخر ولكن كوني علي يقين خصوصا لك ان الشعر ديالك راه ناشف كوني علي يقين راديك الصباغ الكيموية وولا الشعر ديالك وعرضتها للشمس وبقي تقدير السوشوار اراه غادي تقرد لك الشعر نهائيا وخصك واحد الاصلاح دياله درتيها في ربع ساعة الشعر كل نصاعة غادي تتبقى هيك تعالج فيه لمدة عام لذا من الاحسن الى ما كانش صافر ما كانش واحد المناسبة اللي خصت شعر كبان في هزوين من الاحسن دير الصباغ الطبيعية ستعطيك واحد مثلا وخطيك غير عشرة في المياه ديال نتيجه عاوديها غادي تعطيك عشرة في المياه خورا وانسي دوسويت حتى توصلي المياه في المياه شحر غادي تديريها غادي اربعة الخطرات خمسة وفي الاخر يقولي شعر كزوين وكيتغدا غادي تشوفوا من هاد الوصفة بانها كلها مواد او مكونات اللي كتغدينا الشعر كترطبو كتحيد القشرة وكتغديه كيتساعدو كتساعدو باش يطوال لذا انني نصيحة مني وقدت لكم ككوافرة انكم تديروا هاد الوصفات الطبيعية حسن من الوصفات الاستيناعية هنشوفوا المكونات ديال هاد الوصفة طبيعية هنا عندنا القهوه سريع الدوابان البنات اللي يقولون القهوه سريع الدوابان او كتدخل شي وحده كتكون انتري كي ما كنسميها داخيله هي مشي داخله باش تشوف هاد الشركة ديال هاد القهوه انها تكون بالعكس غدي حطموها باش تشطح بسرعة وما تبقاش متوجهد ديالها تبع وتبقى متوجهد ديالها تبع ايش حاجة كنناكلوها اذا رغت قدروا تديروها على الشعر ديالكم ما فيهاش المعدار هنا اخديت جوج ديال ملاعق كبار ديال قهوه سريع الدوابان هاد الكميه لحسب بالنسبه الشعر اللي كيكون طويل وقوي ضفت عليهم ملعقة واحدة ملعقة واحدة ديال الما اللي هو دافي باش يدوب لي هاد القهوه سريع الدوابان اي نوع ديال قهوه سريع الدوابان اللي كيكون اللون ديالها فاتح ماشي غامق المكوين الثاني هو هاد الفحم اللي كنشروه من الصيدلية كيكون عليها تشكل ديال اقراس كما كتحرفوها كيحاربنا القبط يعني الى كونستيباسيون كادروه ريادين بزاف باش يكون الامعق ديال هم القيين وما فيهم شي تحجرات هنا غادي نخوضو ربع ديال الاقراس على حسب الجوج ديال ملعق اللي اخذيت ديال القهوه سريع الدوابان وغادي نديرهم في هاد الورق بحال هكذا هادي ندقهم واحد شوية هكذا وندوز عليهم هاد الليد ديال المهراز حتى يتطحنوا مزيان وغادي نضيفهم من بعد ما كيتطحنوا ركا وليونيين لا داعي انك باش تغرب ليهم وغادي نضيفهم تقدري تطحنهم هكذا غير بواحد الكاس تشدير موسط واحد الورق الورق بحال كما استعملتنا وتضوز عليهم الكاس من الفوق راهم كيتطحنوا ومن بعد غادي نخلط نحاول باش نخلط مزيان نخلط مزيان 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 هادي را هماشي غلاج للشيب وانما سباغة اللي كتعطينا بوني غامق وف نفس الوقت كتغطينا الشيب نخلط مزيان بحال هكذا كيفما قد لكم البنات اللهم صباغة طبيعية وخدينا مدة طويلة باش نقوم نديروا هاي اللي يتبان حسن من حسن من صباغة اللي كنعرفو الصباغات اللي كيتشرب هنا غادي نضيف المقوين الاخر او الثالث اللي هو الخلدية التفاح غادي نضيف ملعقة واحدة فقط مقوينة كلهم زوينين الخلدية التفاح كنشربوه كندنو بين المناطق اللي عندنا فيهم التراهولات ولا فيهم الدهنيات خلد تفاح زوين بزاف دخلي ديري هكذا كيفما تنقول لكم دائما ولو انني كنقول كان قندكر دائما لان الدكرارة كتنفع ودخلي كتبي خلد تفاح واكتبي ايجابيات والسلبيات وغادي تعطيك الايجابيات والسلبيات من الدكاتره ديال الطب البادي هنا من بعد ما خلطت هاد المكونات بثلاثة مزيان غادي نضيف مكوين اخر اللي هو علش قلت لكم هاد الوصفة راها مو غدية للشعر كذلك هادا غا نضيف واحد البيضاء او المح ديال البيضاء غير لمح ديالها هنا عندي بيضاء بلدية انتوما استعملوا بيضاء بلدية الى ما لقيتوها ايلا ما لقيتوها اشك فيما انا اخطرها ما كان لقاش البيض البلدي وكنستعمل البيض العادي هنا غادي نفرق الاصفر على البيض البيض باش ندير كيفما قد لكم غير المح وبالنسبة لهاد الكمية اللي درنا ديال ديال فحم ديال الصيدالية وديال قهوة سلع الدوبان قدروا نضيفوا حتى جوج المحاح ديال البيض البلدي او ديال البيض العادي واللمح يكون كبير هنا غير بيضاء متوسطة هذه اللي بقيت عندي بلدية فقط ندير غير هذه ثم تضيفوا جوج ديال المح البيض هنا ما غاديش اعطينا الريحة نهائيا لانا كنا جوج الاشياء اللي تحيد الريحة اولا قهوة سلع الدوبان تقضي على الريحة ديال البيض نهائيا ما كتشميهاش بحل ما ديرهاش وثانيا كيف ما عارفين الخل الريحة ديال البيض ما كتشمش حفظ الله شو يدخوة لهذه زليفة مهم غادي نقلنا نخلط هنا اشنو غادي ندير غادي نعطي واحد الوقت كبير 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 بزدف لتخلط اما بهاد الملعقة واما بالطراب يداوي واما غادي تشوفوا انتم المراحل هانا غادي ندير اللي تقدروا انتم اقول لكم انكم نديروا وحده من هاد المراحل اذا قديتي وكنت قادرة تقدري تخلطي غير بالملعقة ولكن غادي تخوض لك واحد الوقت كثير شوية شوفوا نارها سائلة وفاش غادي نقنطربوا فيها وغادي نضيفوا واحد الاضافة اخرى اللي سيعدنا في المنزل ونقدروا ان نعوضوها سبحان الله بعض الخطرات لا تكونش حاجة اللي بسيطة وكان في كل منزل تقدرنا حتى هاد الاضافة غادي نضيف دابة ومن بعد شوية إلا ما كانتش عندك في المنزل تقدري تعوضيها وغادي نقول لك باش غادي تعوضيها بقيتطر بهاكده بحلك بطلعف المورنغ رعدنا البيض غادي نطلعوه غادي يولينا القوام هاد الوصفه متماسك جد متماسك وإلا ما بغيتش دري كمية بحال هكده في الكاس الكبير بغضون في الكاس الصغير اللي عندنا دينا البحانة راكم تعودت معي على مكونات دينا البحانة اللي عندي غادي نطربه بحال هكده بحالك نطلع في المايونهز وإلا ما عندك شاد الكوية الصغير ما بغيتش دري الكاس كبير لانا كمية قليلة دري غير بالطراب اليدوي وطرر بي مزيان 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 وحد خمسة دقائق من بعد اضافة اللي كنديرو في المايونهز وكنضيفه محتاجة تشعر دينا هو الزيت غادي نضيف الزيت زيت زيتون معلقة كبيرة غادي نضيف الزيت العادي اللي هو زيت المائدة اللي كان طيبو بي وغادي نطرب غادي نشوفوا القوام ديلها كي بي مزيان البنات اللي كيديرو المايونهز في الدار قدمه قدما ضفنا الزيت وطربناه قدما القوام كي ولي كي ولي ما كيبقاش جاري القوام ديال المايونهز احنا كنتضيفه القوام دياله كيولي متماسك المايونيز ليس سائل بحال هكذا تولي عندنا هاد الوصفة شوفوا القوام دياله كده ولا كاتيف اذا هنا تفاعلوا جميع المكونات اللي عندنا قهوة سريع الدوبان وضفنا عليها الفحم ديال الصيدلية اقراس الفحم وضفنا المح او الاصفر ديال اللي باد القوام ديالها تولي كريمة تولي بحل وحد بحل الصباغة اللي كان ديرو قوام دياله تولي هكذا واقف شي شوية اذا فاش غادي نديرو على الشعر غادي شد غادي تشد في الشعر ما شا غادي تسيلو تهرب من الزغبة بسرعة لا غادي تشدنا في الشعر شوفوا القوام ديالها كيفاش ديال وصفة جد رائعة وبتجريب وكما شرحت لكم في الاول ديال الفيديو اللهم انني نديرها حتى اربعات الخطرات وتسبغ لي شعري مثلا مرة في الأسبوع مرة في الأسبوع وربع ديال اسابيع وكما شرحت شعري لمدة عام وعامين وصيغتو اللي شعر ديالها اصلا ناشف ومتكسر را كديرلو الصباغة الكيموية مرة واحدة إلا بغا تصلحو خاصها تحسنو باشي نود واحد اخر كيتكافس شعرها كاملو قافل وفاشكن ديروها كي يجي الشعر زوي ونو واحد لاكول بغيونت وزوين وكل شي ولكن كديرو صغير واحد المدة واحد جو السيمانة يبدأ الشعر يتكسر مشا الشعر كله اذا البنت ناصيحة مني وكني اقول لكم انني كان عرف الميدان يعني ان من الاحسن انكم ما تديروش الصباغة الكيموية إلا إلا كانت عندكم ضروف خاصة بحالي أنا ما كانت تدير الصباغة الكيموية وعارفة السلبية ولكن كانت عندي ضروف كانت عندي عراضة وضروري من ذلك وحالي هو مناسبة درعوري ان تصبغ البصباغة الكيموية ههذا الصباغة سوف اتصبغلنا الشعر سوف اضحنا الشعر سوف اضحنا الغلال فتحو الماسم وينوض لكي يكون في البن العضاق في البيض يوجد بخوتين بدون سلبية سباغة باستطيع تضيف اشعر يجب أن يكون ضيفا و لا يكون ضيفا و لا يكون جيدا تجعلون مجلد شعرك تخلص العجل في الشعر كمالي تخلص الشعر ومعين الحياة ومعين الزيف يجب أن يكون من ثلاثة سوعة أو ثلاثة سوعة ومقلار تكتر شمبون وفي نفس الوقت تصفل الشعر و لا تزوينات و تحسي بها صحيحة انا هادشي اللي بغيت انكم تديروا مثلا بحال هاد الوصفات و ما تجيوش على الشعر ديالكم بالوصفات الكيماوية نتمنى انكم تديروا هاد الوصفة وتعجبكم وترجعوا علي في تعالق وتديروا لي لايك تشاركوا مع صحاباتكم مع العزاز عليكم وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته